معجزات سيدنا عيسى إبرال الأجمى والأبرس والموتى بإذن الله هتنكر كل محصدين معجزة والمعجزة أمر خارق للعادة يضر الله على يد نبي تصديقا لدعوته يبقى لما هتنكر هذه المعجزة وهي أمر خارق للعادة أنت بتدخل عقلك ليه؟ عقلك أنت قاصر بتدخله في المفهوم ده ليه؟ ثانيا رب العالمين دلل عليها بدلالات قاطعة فضلت قلت أن الصورة والآية ربنا استفتحها بكلمة سبحان وكلمة سبحان دي معناها يعني التنزيه المطلق لله عن العجز والنقص في شيء غير تقليدي حصل ليس في مقدول لما ترد في القرآن كلمة سبحان اعلم أن قبلها أو بعدها شيء والد ليس في مقدول البشر أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ دي آيات في مقدول البشر ليس في مقدول البشر فسبح باسم ربك العظيم نزه إياك تظن أن ربنا مش قادر لا هو قادر فسبحان هنا بتدل على حدوث الواقع ما كان قال الله الذي أسرى بعبده لكن سبحان لها دلالة على أنها معجزة ووقعت وبالروح وبالجسد ولو كانت رؤية منامية ما كانش جاب سبحان لا كان هينزل فيها صورة كرآنية كميلة؟ لا كان هينزل بكلمة سبحان وهنا هتعجب لما حدق ترى أنك حضرك سفرت وروحت السعودية وقابلت مش عارف مين وعملت مين في الرؤية وانت نايم وأصبحت بتقولي بتقص عليها وكان ممكن جبريل يتنزل بالصلاة وأحكام الصلاة ومواقيت الصلاة وغيره وغيره يبقى مش هتعجب لما حدق تقولي أن رأيت رؤية منامية لكن لما قريش تنكر يظهر فريق يكذب وفريق يتعجب وفريق يتوقف وإلى آخره إزاي يروح وييجي يبقى هم عارفين أنه هو بالروح والجسد وإلا لو كانت رؤية منامية ما كانش هيبقى الموضوع ده له هادي المدلول الإطلاق ثانياً لما والزمن عند الله بخلاف الزمن عند البشر أي نعم العبد دي تطلق على إيه؟ الروح والجسد بعبدة طيب حشاط إلى نقطة سيدنا الإمام الشعراوي رحمة الله عليه وهو بيتكلم بيتكلم عن قانون بيدرس في المدارس والجامعات الزمن بيتناسب تناسباً عكسياً مع القوة يعني كلما زادت القوة كلما قل الزمن لما هسير في طريق سيراً على الأقدام بخلاف ما أركب دراجة بخلاف دراجة بخرية بخلاف سيارة بخلاف تائرة الزمن هيقل طيب القوة التي نقلت الحبيب صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من قدرة لا نهاية له ولا عدود له إذن لا زمن مع قدرة الله